السلام عليكم عشية حلول عيد المصاخر اليهودي غدا ومثل ما يحدث عشية جميلة عياد اليهودية وخلالها تحاول جهات فلسطينية متطارفة مرة أخرى تأجيج الخواتر والتوتر في المسجد الأقصى يتم ترويج أكاذيب قبيحة لا أساس لها كأن اليهود يريدون أن يكتحموا إلى الأقصى كأنه توجد نوايا إسرائيلية خفية للمأس بهذا المكان المقدس لا أساس لهذه الأكاذيب القبيحة رئيس الوزراء أنتنياو قد أكد أكثر من مرة بأنه لم ولن يحدث هناك أي تغيير في إجراءات الصلاة وفي اللواد القائم الملايين من المسلمين يزورون المسجد الأقصى من كل محال العالم سنويا بدون أي مشاكل لا تقعوا في فخ الأكاذيب التي نصرته لكم هذه الجهات الفلسطينية المتطارفة التي تريد أن تؤدي إلى المزيد من المواجهات والمنوشات في هذا المكان المقدس إسرائيل تحافظ على الواد القائم هذه الجهات الفلسطينية المتطارفة تريد أن تخلق المشاكل أن تؤجج الخواطر وأن تغير الواد القائم في الأماكن المقدسة شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته